موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب جيناكم في باتش نوتس جديد 8.5 الباتش نوتس هذا جاء بعد الباتش نوتس الكبير اللي هو اللي فاتت الـ 8.4 اللي كان فيه تغيرات جثرية صراحة غيرت القيم إلى حد ما غيرت الميتا فيه مرة كثير بزات في المدل الباتش نوتس هذا 3-4 تعديلات بسيطة ببالنس يعني فيه حاجات نقصوها نرفوها الباتشين اللي فاتت قالوا انه بنا جاء نعديلها وفيه حاجات رفعوها زيادة قالنا من نعديلها وهكذا ام ميد باتش ابديتس السابورت ايتم بلا 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 كان اتنين جولد بر عشرة ثمانة يخلوه اربعة جولد الزات بعد ما نرفو الهيل حقها السستين حقها قالوا انه بني اعطيها حاجة بديلة عشان يكون ام يعني حبتين كويس وكثير مازال اللي بيختاروها يعني اللي هم المليه في البت السابورت لسه بياخدوها بس بياخدوها نقص مقارنة بالبقية سبيلتيف أبديت سوا فيها لوكاوت سبيلتيف سوا فيها لوكاوت لما تضرب شامبيون لما تقتل سوري منيون ما تجيب لك جولد لمدة عشرة ثواني كان التربوت خمساشر جولد سال عشرين جولد هذا بف بسيط بف بسيط بف بسيط على النومات في بف بف سابورت عامة بجميع الانواع والاشكال في الجولد جنريشن عشان يقدر يشتروا ايتم كايسة أبديت نزلت كايسة ونزلوا لها تعديلة بسيطة زودوا الاتاك دامج حقها خمسة وستين من بعد ما نزلوها طبعا الباتش نوس لأنه نزل من ثلاثة ايام فسووا التعديلين البسيطة هذي بعد ما نزلوا الباتش زودوا نقصوا الكولدان حق الكيو وزودوا الكوست حق ونقصوا الكوست حق المانا كلها بفات على كايسة لأنه كايسة صراحة إلى الآن أحد عارف يشيبوا فيها بالضبط ما هم عارفين هي ADC ولا هي جنغل هم عارفين أن هي ماركس من ADC أو جنغل بس مرة ضائفة في اللينينغ فيز مرة في الجيم الامباكت حقها دامج وايز مرة قليل لازم تشتري دامج ايتمز مرة كثيرة إذا تبقى توصل لدامج ثري ايتم تشامبيون لازم اشتري ثلاثة ايتمز عشان نقدر يسوي امباكت وحتى لو بنشتري ثلاثة ايتمز كل تشامبيونز اللي اشتري ثلاثة ايتمز عشان نسوي امباكت أحسن منه فمني عارف صراحة هيش تبقى كايسة وزودوا حتى هم ماريوت ما هم عارفين يشيبوا بيها ونزلوها عشان يشوفوا كيف القيم يمشي وبدأين يختار طبعا الابديت حق الشامبيون عامة انا ما اشرح الشامبيونز وان شاء الله في الباحش الجديد او بعده اذا كان فيه تغيرات سير نتكلم على الابلتي ازير مسلسل النرفاة يستمر ازير دائما زي ما قلنا شباب يا يكون مرة طاير في السياس يا يكون برا الميتا يا يكون جوء بالميتا يا يكون برا الميتا يا يكون احسن واحد يتلاعب بالي طول الوقت في كل القيم يا يكون اسعر واحد يتلاعب في كل القيم فمن يوم ما سولوا الريورك او ظن في باتش 8.1 ولا 8.2 او قبلها حبتين وهم بيحاولوا يحط يسولوا بالانس ام التعديل هذا سولوا نيرف في الايرلي جيم مرة ثانية بس في الايرلي جيم خلوه زي ما هو تقريبا مع انه شوفوا مية وربعين مية وربعين في الايرلي جيم دامج على الكيو ما يفرق مرة كثير لانه هو اوردي بيسوي اوفر كل الناس اللي قدامه ما زال ازير من احسن الشامبيونز اللي تلاعب في الايرلي جيم لانه هايبر كاريمت زي فين بط زي بس بيخلو الايرلي جيم حقو اضعف حبتي ازير حاليا الشامبيون الثاني او ثالث او الرابع احسن احسن ثاني ثالث شامبيون او رابع شامبيون حاليا تلاعب بيت في لسي اس وانا شايف مرة كثير برونز سيلفر هذا بياخدوه انا مان اعرف ليش بياخدوه مرة صعب عليهم صراحة بس في كل الحالات عالم كثير بتاخدو على اساس انه شوية او بي هو شوية او بي لو تارف تلاعبه كويس لو تارف المكانيكس حقاته مرة زي الناس اللي وادي مازلنا او زي ما قلنا هطلعهم الميتة لا مرة كويس او ام امر العاب واذا انت ماشي بيه كويس كل اللي صار انه والله الدامج حقك في بداية القيم قل عشرة خمستاش هنا تبدأ تحس بيها بالزات يعني في لبل تو كيو وليبل ثلاثة كيو يعني ما بين لبلك لبل ثلاثة كل حالات قاليو ام الكيو زودوا الكوست حق المانا حقها اللي هنه هيت القيم الكولداون نرفو هذي كلها نرفات على قاليو ونلاحظ قاليو صار يتلاعب مرة كثير في السياس ويتلاعب مرة كثير اي بي تحين تراتة اربع عام ياخدو عليه اكتر بما ياخدو عليه ابس الماسك ومادي روحو تانكيز كثير زي الرئيس وزي زوان زي قاليو فاكرين زوان ياكن وروح جات فترة مرة يروحو في التانك جات مرة مرة يروحو في ال او بي دا حين صاروا يروحو تانكي اي بي لانه الرئيس حقات ال اي بي حقته مرة كويسة وردو في ايجز تعطيله كيفيريت ان هو يعيش ويسوي دامج مرة طبيعي ويخش بالالتي حقته وسط الزحمة ويساعد التيم حقه فا 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 اول ايتم ما فيها كلام في 3 اربع الحالات ما اظن في اي فرصة تطري فيها بلو ابس الماسك يكون كويس بالنسبة لك زي ما استري هذا بدين تروح تانكي حابتين كالعادة وكوية دامج زي هذا لحسب لو تفرجوا على فاكر تشوفوا فاكر دا من اشتري اي بي مرة كتير بس فاكر فاكر يا فاكر يقدر يسوي دوج زي الناس روحو دا مرة يخرج وهكذا كل حالات اللي نرفو في قاليو الواف كلير حقه ويبو الواف كلير حقه ويقل بكل بساطة بيقولوا قاليو الرومز حقته مرة سريعة ومرة كثيرة وعشان عنده القلتي حقته يقدر يوصل اللينات البط والتوب مرة بسرعة فيبغوا الواف كلير حقه اقل شويتين ام في بداية الجيم حيفرق شوية شوية توصل المد كيم حصيره حيرجال الواف كلير الوضع الطبيعي اللي انت كنت عليه ما حصير عندك اي مشاكل ما حيفرق في الجيم كله ايرلي جيم دامنس جن ام ما هو ريوورك قد ما هو بيحاولوا يبوفوفو قد ما هم قد ما يقدرو عالاساس جن من يوم ما بدأ التانك مية المرة تانية ومن يوم ما بدأ اقل و الف وبيلعبوا مرة سيف وبيجرسوا على الاساس يوصل للتيم. يوصل للميد جيم. وحتى بعدين لو والله يفاز في مرة بقوة ولا وصل للميد جيم مرة بقوة ما عد عنده يصير في زي البقية لانه والله ما يقدر يقدر لاتانكس ليت جيم إلا ده كان مرة مفيودة وفلا. في كل حالات. اللي سووا زودوا الدامج حق الباسيف حقته من اتنين الاربع في المية بداية الجيم على توتل اتاك دامج. وهذه الريشيو ريشيو. زودوا الاتاك دامج حقه من اتنين الاربع في المية ريشيو على التوتل اتاك دامج مش على البيس يعني على كل اتاك دامج اللي عنده وهذا هيطيله شوية بوف زيادة بداية الجيم مرة ما هو كتير بس مش بطال يعني في كل ضربة حتسويها هيكون عندك اربعة في مية زيادة اتاك دامج طبعا هذا من دون ما انت تحسب البوف حق التاك زي اتاك سبيد يتحول للتوتل اتاك دامج يعني حير كفاءة كلهم يسوي ستكم ع بعض. التعديل التانية زودوا الدامج ريشيو حق الكيو لا تنسى الكيو برضو على التوتل اتاك دامج خلوها اربعين سبني سبني سبعين خلوه من ستين لسبعين في بدات الجيم زي ما هي. الكيو برضو تسوي دامج زيادة حبتين ام ولا تنسى من الكيو كل ما قتلت مينين ولا هادا وراحة اللي بعضو تسوي دامج اكتر. الدبليو حقاته صارت تشتغل من اي دامج تسوي من الابليتيز حقاته. اول كان لازم تسوي او واحد من اللايز حقاتك يضرب يضرب الادمي على اساس ان تقرى تسوي دبليو ده حين لو سويت الكيو حقات جين حتحط عليه الباسف تقرى تسوي لو سويت الالتي حقات جين ممكن تسوي نفس الكلام. وحتى لو اه حتى لو جالس هاتك اكشب اي نوع من انواع الدامج تسويه بجن هتقرى هيسوي لك تريجر للدبليو. طبعا هذا هيغير طريقة لعب جن حبتين بالزات في الكم. هل هذا هيرجع جن دلميتا وحيصير في التوب ميتا? من وجهة نظري ما اظن. ما اظن. اهل جن المفروض يتلعب وتلعب فيه كويس حاليا? ما اظن. اظن يبغاله كمان شوية اه اه. اذا لازم له نرفات كمان. لازم له بفات كمان عشان يقدر ايرجع الجيم. في كل حالات. اه الفكرة الوحيدة انك تلعب جن حاليا هيكون بتلعب بريسك عالي. اه اللي هو ريسك هاي ريسك وهاي ريورد. لو فست الايرلي جيم احتمال كبير تجري تخلص الجيم بسرعة. بس لو فست بقوة. اه غير كده لو وصلت لليت جيم اه مرة صعب تفوز الا ده روحت مرة كريت. والله على. في كل حالات. اه مش بتطلع. نوكترن. اه الباسف حقاته زودوا الهيلين عليها. هو البوف. نوكترن عشان بيقولوا والله انه هو شوية ضعيف حاليا. هم عارفين انه بيقول والله يبغاله يعني لازم يسودوا ريورد. بس في الوقت الحالي يبهو يخلوه يعني يتلعب. فالباسف زودوا الهيلين من عشر ستة وشرين لخمستاشة عاربين. هذا السلستين حقه زاد في بداية الجيم. الكل داون الرفريش. الرفريش حقا الكل داون على الباسف حقاته بدل ما كل ثانية. هيت شامبيون كاز سار كل ثانيتين. فباسيك لو انت تضرب الشامبيون زاد الهيل بسار كل ثانيتين. الكيو زودوا المسايل سبيد سرعتها من الفرمية لفستمية. الدبليو حاليا تقدر تشغلها قبل ما تطلع الالتي. اول كان يعني لها تايمر. اف شرادو داركنس لو شغلت الدبليو حقتك. اول كان يعني لها وقت اللي شغال عليك. لو شغلت الدبليو ووصلت بعدين. يعني ممكن توصل لنا الانمي حقك او الشخص اللي تبقى توصل له. بس الشيلد الدبليو حقتك انتهى. دا حين عملوها بطريقة انه لو شغلت الدبليو قبل ما تطير وانت طاير في الهوال الشيلد حيبقى لين ما تنصل. اوكي. بعد كده البلاكاوت عن ريكاست زاد من اربع ثواني لستة ثواني. اه الطلام. اه الريكاست. انت وقف الالتي. شتة ثواني عندك. بس تعديلات على الحياة. اي خشميت عنه. قلل للناس اللي بيفتلو. اولاف. اه اولاف سواله بف على ال ايدي بلد حقه. وسواله بف بسيط على ال جنجل على على التانك بلد حقه يمكن. او ما سواله بف. ما زي. ما تغير التانك بلد حقه. في كل الحالات. اللي سوه. الكل داون حقه ال اي نقص ثانية. والريشيو حقه التوتال اتاك دامج زادت واحد في المية. او زادت مو واحد في المية فاصلة واحد هناك. اه الفكرة. في الموضوع انه ال اي. انت تعرفين ال اي يا شباب اه. اتستاكس كل ما تضرب اوتو اتاك ال اي ترجع اعلا. ينقص ماحد من ال ايف فهذا يعطيك اه ايرلي جيم دامج كويس ويبوق بيقولو لك ابني شوية دامج يعني ما انا عارف ليش صراحة. اه. سواله سكيل حبتين. اه لانه اولاف كلنا عارفين انه في ال اي يطيح يصير ما لو اي داعي في الحياة فبيقول لك ابني اي دي شوية نسوي لك ندي لك دامج. ندي لك دامج مش بطال. اه الراغنورك نفس الشيي الفلات بونوس اتاك دامج نقصوها الفلات بونوس اتاك دامج من اربعين للي خمستاشر مية بس. اولس او غين ستيرتي بسنت او في ستوتال اتاك دامج از بونس اتاك دامج فور دا دوريشن. لما نشغل الالتي حجيله تلاتين في المية من الاتاك دامج اللي عنده زيادة الاتاك دامج اللي هو عليه. اللي اللي هو عنده. فهذي مرة كبيرة لليدي. قبرا هذي. هذي يعني كثير بيقول لك هذي مشكلة بالنسبة ل اولاف تانك لان اولاف تانك صار الدامج حقه اقل. اه في بداية الجيم فعلا. فعلا. في نهاية الجيم ما افريد. في كل الحالات. اه اولاف هيصير احسن. يمكن نشوف البلد اللي هو بمره كثير عليه الناس اللي تروح هايدرا يمكن. يمكن نشوف ناس تبلد الاي. لا دائما الكيو حيبقى اولا. الاي ما تاخدها للمكان قدامك تانك. ما ما ادري هل تشينج هذا حي يخليه موجود في القيم اكتر ولا لا. بس انه بف. يولاف دامج. اه الانجر. اه الباتش اللي فات بعد تعديل اللي سووها على الكيو حقته او الريفيرت اللي يرجع الكيو حقته للوضع اللي كانت عليه سابقا. بيشوفوا الارقام حقته وبيقولوا والله ارقامه حاليا ضيفة ونبغى نرجعه في القيم حبتين شوية. فاللي سوها. الفراسيتي تروح عليك بعد ثمانية ثمانية بدل ستة ثمانية. هذا اظن اظن والله اعلم. اذا فهمتها زي الناس ولا وادم لان انا ما على عبرينجار صراحة فما افهم. كان اول مثلا تكرت تسوي كيو اي على طول في نفس الوقت او بعد فاصلة اثنين خمسة ثانية بعد ما تسوي السبل الاولى ده حين في فاصلة واحد جزء من الثانية. طبعا الفرق هذا مر ما هو كبير. بس بدل ما تضرب ضربتين بسرعة حال سيضربه وبعدين ضربة. اه ما ادري قد ايها هتفرق مع الرينجار صراحة. اه وما ادري قد ايها هتفرق مع الناس اللي قدامهم. بس هذا نرف بسيط. السابجري باس دامج زودوها من الكيو باس دامج من عشرين لثلاتين وانت طالع. اه خلوها بدات القيم اقل اللي قيم اكثر. اه البق بلا 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 لبولا افرينج. افرينجار يشيران يا قوم اسوي الجنب. الجنب حق الترستانة مسلا. ولا الجنب حق از بالي. هذي يسموها بفر كيو. طبعا بفرينج في ال جيم هذا لو نسوي قيمatchedي. نسوي الكيو مسلا وبعدين سويت بعدها الدابليو. هيسوي الكيو. بعدين هيحط الدابليو في الخلاص اخذ الاخذ الكماند او اخذ القرار انه هو هيسوي الدابليو بعدها. فمو لازم تضغط الدابليو. هو يقوم يسوي الكيو بعدين يسوي الدابليو بعدها. وهنا بيقول لك احنا اذا انت سويت ال-Q ولا ال-W وبعد ما تسوي ال-E خلاص هو هياخد الكماند وحيسوي ال-Q بعد ما ال-E تخلص. فاهمني? طبعا هذا يعني تحسين لأداؤه. اظنها حلوة كويسة بالنسبة له. ما ادري جربوها كله بعدين. الالتي لما تشغلها تشوف واحد اللي انت بتطارع فيه هذا. اول كان اول ما تنقز منه. اول ما تنقز. اول ما تبدأ النقزة ما عدت تشوف. وده حين يقول لك لا. هتبدأ دايما شايفه دايما تخلص الناس. بكل بساطة. رايز كلنا عارفين انه في ال-C-S ده حين رايز تقريبا هو ال-شامبيون الافضل. زوي كانت الباتش اللي فات حاليا رايز. قبلها كان ازير. اه يبغوا التلاتة هدول يلعبوا في نفس المستوى حاليا. يبغوا دايما في في الميت الميتة حاليا رايز. ازير زوي. ما الزهر. يمكن حنبدأ نشوف الاسوين الجديد هذا بعد تشينجات اللي شرناها اليوم. بس هتكون بين الخمسة هدو العامة دايما. فسووا نيرف بسيط لزي ما سووا نيرف لطبعا قالي وكما نسيت قالي وانا. سووا نيرف للويف كلير حق رايز. طبعا نيرف هذا ال-C-S اكتر مما يكون لسولو كيو صراحة بس المفروض انكم تكون عارفينه. الداميج من خمسين لسبعين زودوا الداميج حقا ال-E حقته. بس الداميج حقها ناقصيش الداميج عارفين ال-E لما تسويها انا ما يعرف كيف رايز بالضبط تلاعي بها اللي هي امباورد ولا هي تضربها بعدين تسوي عليها الكيو. الكيو تكون تتوزع على على البقية. لما تتوزع البقية الداميج حقها نص. فهذا معناها خففنا حقها مرة كثير. فهذا برضو اه تخفيف عشان ما يقدر يسوي روم بكل بساطة. او يقدر يسوي روم بس يدعب شوية بزات في بداية الجيم. فيبو يخففوا في بداية الجيم لانو اظن 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 انهم هم شايفين والجيم في روميج مرة كثيرة. اه وغير كده نيرف عظيم على الالتي حقاته بدل مية وعشرين تانية مية تمانين تانية. صارت تلاتة دقائق حقها يا شباب طول الجيم. وهذا مرة كبيرة. مرة كبيرة. يبو ينقصوا باي طريقة. شيفانا اه الوين ريت حقها مرة واطي بيقولوا فانيبغى بس نديها شوية بوسة كده تحرك في الجيم. هذا مش لسولو كيو. هذا مش للالسي اس هذا سولو كيو. زودوا البيس اتاك الدامج قروت حقها من اتنين فاصلة تمانية لاتة فاصلة اربعة. اه سكارنر كلنا عارفين انه هو تقريبا احسن جنقل حاليا موجود في الجيم. كثير ما هم عارفين الكلام هذا من باتش تمانية فاصلة واحد ولا تمانية فاصلة اثنين نزل. تدي الات حقته ما انتبهولو في السي اسي للباتش اللي فات. وصاروا كلهم يعني صار صار الناس تختار سكارنر باية طريقة عشان كمية الدامج اللي صارت اه في ال اي في حقته في ال في ال كيو حتى الالتي. فاللي سووه حاليا من ال اي من واحد فاصلة خمسة لواحد فاصلين خمسة ما زال احسن جنقل موجود العبيه حاليا تقريبا هو ام تلات اربعة تانكس كلهم. يعني يا تشوف سكارنر يا تشوف سجواني يا تشوف ام مين كمان. حتى زاك سرنا بنشوف العنا فترة. في كل حالات. ام نرف بسيط ما زال المرة كويس. اللي بيلعب اللي لعب جنقل سكارنر اللي لعب تانكي ترى سكارنر احسن جنقل حاليا. كوين زي ما قلنا يعني من بعد ما سوى التعدلات الجديدة حقيقة حقه. وهذا يبغوا الناس يلعبوا باي طريقة فبيددولوا ببفات شوية. في ناس كثير ما هم معرفين يلعبوه لسه. في ناس كثير ما معرفين يتعاملوا معها لسه. عشان كده حقه واطي بس احتمال كبير. نبدأ نشوفه قريبا حتى في والناس تبدأ تتعلم عليه. فالبفات اللي اعطولوا اياها الصراحة بفات ما هي هيئة يعني. ما هي يعني بفات لها معنى. بفات هذه المفروض انه نشوف ناس كثير يبدوا يلعبوه والله اعلم. الكل دون حقها نقصوها من سبعة وصلة خمسة وصلة خمسة وصلة خمسة. حقاته ويستخدمها مرة كثير في في الويف. في بداية الگيمه انا بيقول لك انا ابغوا الويف كلير حقك مصير اسهل وابغوا الدامج حقك الدي اي ايس دامج عودة حقك مصير اعلى. طالع من نهاية الگيمه حقتك على سانيتين ونص يعني شي قاتل قاتل. يعني يعني كل سانيتين ونص عندك كيو. الدي بليو الفيجن الراديس زودوا من مثان خمسة وستين لتلتمية وخمسة وعشرين. الآي زودوا الفيجيو الحقها هالمية. بس لما تنفجر يقول لك بس في كل حالات يقول لك الودوى الحق ياسوى والبروم يوقفوها 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 كل الناس خايفين منها كل الناس بيقولوا she's OP she is OP في نظر كثير من الناس اللي بيلعبوها وبيلعبوا قدامها كل اللي سووا اكش اللي سووا مرة كبيرة صراحة الاتاك رينج حقا قللوها من خمسمائة خمسين لخمسمائة وخمسة وعشرين وهذا افكتب ليخليها من اقل الشامبيونز رينج طبعا بعد اللي هما مرة قليلين رينج اللي هما زي فين وزي كايسة دحين وله هدول فصار خمسمائة وخمسة وعشرين زي ما سووا في اسمها هي خلسته او نفس الشي هنا اه ما زال الرينج حقها هيعلى في نهاية الجيم يعني دقيق ليبل سبعطاش سون ليبل سبعطاش ولا ليبل تمانطاش اول كانت في ليبل ستاش تصير زي كايس دحين صارت في ليبل سبعطاش بس هذا اللي تغير عليها في الليت جيم طبعا مرة قليلة القيام اللي تشوف فيها اه ايدي كاريز دحين يوصر ليبل تمانطاش بس في كل الحالات الرينج هذا التعديل السقنفكت في بداية الجيم بعد كده الجمب حق التريستانة البيس داميج حقها زودو ثاني يعوضوا الرينج تيت هذا من ستين لخمسة وثمانين يقولو لك والله اذا تبقى تقترب تريستانة في الايرلي جيم او في الايرلي جيم او في الايرلي جيم او في الايرلي جيم بقى صح انقص جوه وسط الزحمة اه تويتش اه الباتش اللي فات نزلوا البيس داميج حقها الاي حقه كان من اربعين لعشرين في بداية الجيم كان اربعين او ظن في بداية الجيم قل لك والله النايرف كان مرة كبير لانه ما يعني رحيح انه اه برس دا اتاك هم بس نسيك سووا النايرف هذا عشان الناس يعني ناس كتير هو المفروض انهم بيقولوا الناس مفروض تاخد برس دا اتاك على تويتش بس الناس ما زارت تاخد لتفت على تويتش وتأثروا تأثير جدا 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 جدري يعني كبير فقال لك والله يخلينا نديله شوية بس دامج زيادة على لي حقته من لفل اتنين اوكي فالليفل وون لسه بات لفل اتنين على الاي حقته يعني انت هتكون لفل اربع مصبول هتبدأ ترجع شوية بولي بير اه من يوم ما البرونز الاخ الكريم سواء اللي بوفل في الجيم اللي فات الباتش اللي فات اللي قبله وهو صراحة اه ومر كويس جنجل عام متن لتلعبوه حتى في الهاي ايلو مش في صوري بوش بس في اللو ايلو بلاتو بلاي من بيت لايب كتير اللي غيرو النوكباك تجي مرة بسرعة بعد الاي طب انت تعرفين الاي داح يسوي نوكباك تسوي نوكباك بس الدوريشن حقها اقل يعني يسلك نوكباك وقت اقل زوي خربانة ما هي خربانة خربانة ما هي خربانة طلعها اصقعها في الجدار نزلها بره الباتش اللي فات عدم وام زوي طلعوها من الجيم نهائيا مع انو في ناس كثير بيقول لك والله هذا يعني هذا النرفات كانت تستاهلها بدون من دون اي منقاش ونزاع بس فعلا خرجت من الجيم كونتلي ولسه هم ما معرفين ابو زوي تتلاعب باي الطريقة يعني اول كانت زوي فكرة فيها تلعب حول انو والله تجيب الاي حقتها بعدين الكيو فكنت تامن تشوفهم يسووا ار كيو اي والار اي كيو لو سقعت اي واحد تقريبا ار كيو حت تفشخوا دامج حتكتروا واحد بالسفر هم قال لك والله احنا ما نبغاها تتلعب بالطريقة هذي نبغاها تكون شورت رينج اه ميد لينر تلعب بالاتاك بالاوتو اتاكس حقتها عشان ال عشان الدبلو حقتها فاوتو حتاكس حقتها ماترز فزودوا الاتاك رينج حقها من خمسمية خمسة وعشرين لخمسمية وخمسة وخمسة نخلوها زي اي 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 اه ميد لينر شورت رينج برولر يعني كيو حقتها زود الدامج خونسة اربين لخمسين البادل ستار بيس دامج البيس دامج حق الكيو زاد هذي شالوها بدل رجعوها من طريقة ثانية وزاد الراشيو حقتها بس ما ما شالو الشالو الدامج اللي يزي من السباركر زي الزيادة ونقصوا الكسلوجين دامج من مية لتمانين طبعا ايش ملوزين دامج لما انت انفجر كانت تضرب اكتر من واحد لما تضرب واحد ياخد الدامج كامل لما تضرب التاني لجنبه تمانين في المية الدامج زي ما قلنا زودوا حقها يعني زودوا راتاك رينج فزودوا بلا 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 الدامج حقها زاد من السبعين لخمسة سبعين ميتين وخمسة خمسين ناعة القيم والعبالتي ريشيو زودوها هزا اظن ما زالت حت تلفل كيو بعدين اي بعدين دباليو في اه في ناس بيقول لك والله يمكن نبدأ نلفلها دباليو بعد الكيو على طول والله اعلم انا ما هلعب زوي صراحة فما افهم فيها الفهمة ذاك بس هذا بيقول لك والله احنا بنعتمد اباك تعتمد على زوي اكثر دامج حقك يو حقها قليل اثار اقل كثير انه اباك تعتمد على الدباليو دامج حقها اه السايون اه كان في بق لما تسوي ليه حقتك الويت حقها مرة عالي مرة كبير كده تضرب يعني انت تشوفها كده جاية تشوفها ماشية صغيرة بس هي ضربت حاجات في اليمين واليسار اعدلوها بيقولوا وبس البانروف كمانت كل انا شايفين في الباتشين اللي بالزات في 8.3 صارو كل العالم يروحوا ياخدوا بعد اه 8.4 من يوم ما نزل البف حق البف حق اللي يزود ال اي دي وال اي بي واللي يزود المينين دامج مرة كثير صارو ياخدوا بانروف دا كماند انو يسوي ستاك يسوي يسوي يدبل الدامج حق المينيون الكبير فتح هاند اف بارن على المينيون الكبير وبعدين فوقه بانر يسوي الدامج حقه ضرب اثنين فكان شفناها في فيديو مشهور دو حين اليومين هذي ممكن تروحوا تشوفوه تلاقي الدامج يعني تلاقي المينيون الكبير بيضرب تاور اربعة او خمسة دربات اذا افتكر كويس ويشير التاور لحاله يضرب الانهيبتر اربعة او خمسة دربات ويشير التاور لحاله وكل اللي سووه انه نقضوا الدامج لو حطيت بانروف كماند على هاند اف د بارن او هو امباورت مينيون امباورت باي بارن والله الدامج حيشير اقل يعني اقل تلاتين في المية اقل مازال عالي بس اقل اه يقول لك في ناس كثيرا مفروض ما يشتروها ياخدوها في الجنغل صاروا ياخدوها زي جاكس ايبو يقلوا الاستفادة منها يبو يخلوا الاستفادة منها العزمة لانهما التاكس البرسنت بونس هلث موديفاير فتزيد البرسنت هلث طبعا ايش يعني البرسنت بوث لو عندك هلث مية هتزودك عشرين هلث كانت احين هتزودك خمسة عشر هلث فكل ما زاد الهلث حقه كل ما استفادت منها اكتر فمعناها والله اللي التانكس افضل منه الاستفادة جيال بي دولها ريورك الباتش اللي فات واللي قبله مني فاكر وعارفين الايتم هذي زي ما قلنا يا شباب ما احد بياخدها الا الا تشامبيونز محددين زي ريليان سول وزي يمكن لساندرا وزي مادري دا بلادك ممكن ياخدها ولا لا بس في كل الحالات زود الدامج حقها سولها بف زود الدامج حقها مخوص سبعين لمية الميتين وزودوا ونقصوا ال اي بي ريشيو سوري زي ما هو خلوه وزودوا السلو حقها خمسة السلو زاد خمسة في مية والدامج حقها زاد لانه ما احد بيشتريها وبيقول لك الايتم هذي عملناها لليورك عشان الناس تبدأ تشتريها وكانوا خايفين انهم يحطوا دامج عليها عالي فقام الناس كلها حيشتروها رافعوا الدامج حقها شوية عشان الناستفادة وورموك نفس الشي هذا نيرف عام على جميع التانك ستوبس ان كان سايون ولا فولي ولا 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 كان تستفيد من الورموك الباسيف هلت حقها الهلت ثرش هولت كان تستفيد من الورموك اعلى استفادة لما يوصل هلت حقك 2750 تحين 3000 فاخروا لك الاستفادة العظمى منها لفل ولا لفلين زيادة على حسب بكل بساطة بس اخروا لك الباور سباك حقتك التورتس عشان الباتش اللي فات فاكرين شالوا انو حطين كل تشامبيون في الجيم تضرب لما تضرب اوتواتاك على مينيون يزيد الدامج كان يديك خمسة دامج شالوها الباتش اللي فات فقاموا حطوا الدامج هذا في التورتس فصار التور بدل ما يشيل 43% من هلثة الميلي مينيون صار يشيل 45% من هلثة الميلي مينيون هذا معناه 45% من هلثة الميلي اللي حيبقى عشرة بدل ما حتبقى يعني بدل 4% اللي كانت حتبى بدل 14% اه ما حيفرك بالنسبة ما حيفرك بالنسبة مرة كثير كل اللي يعطوك يعني والله بدل ما انت تسوي الدامج هذا التور حيسوي الكلاود دريك بوف وهذا بوف صراحة عظيم 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 يمكن يخلي الكلاود دريك من الدريكس الكون تستد حبتين ليش لانو اول كان يعطيك موفمت سبيد موفمت سبيد فقط اللي هو السرعة في الحركة برا الكومبات وانت ما بتتضارب بتجري دحين سارت في الكومبات كمان يعني كل ستاك عندك هيصير عندك موفمت سبيد وانت في وسط الاتاك في التيم فايت فهيديك موفمت سبيد في وسط التيم فايت كمبر الكومبات اربعة وعشرين في المية طبعا هادا لمنزل لايت كيم اه فنرف على الاوتوف كومبات تايما يعني كان خمسة وعشرين طول الوقت دحين اكتر شي ممكن توصلوا اربعة وعشرين لو عندك ثلاثة اسلاكات مرة كويس في التيم يساعد يساعد على الكايت يساعد الناس كلها على الحركة على اظن اظن هنبدأ نشوف يعني الناس طبعا ما زال الريد احسن من الدريك ما فيها كلام بس يمكن يمكن يصير الكلاود تاني واحد طبعا اذا كنت يفضل كومب يفضل الارث اذا ما كنت سيب كومب ممكن هالكلاود اذا كنت ديس انجاج كومبوسيشن ولا حتى انجاج كومبوسيشن يقل تلحق على الناس البونس زودوها من تسعة العشرة تاك دامج من خمسة الستة عشان البرسيجن كتير ما عدت صار وحد ياخدوه بيقول لك دوميشن جيبس فيور ستاتس فور سوسري بكوز بلا 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 وقال لك نبال زودة البرسيجن سفية ما اظن هيفرق على البرسيجن ما اظن هيفرق على البرسيجن صراحة البرسيجن زودو الدامج بعد ما سولها هنرف مرة عزيجي من البرسيجن نبال رجحها شوية سنبال الناس يختاروها وما زال الناس كتير ما بيختاروها الا حال في حالات قليلة على التوب على ال اي دي سيز وبعض انواع يعني زي ما امتلاب كنياس هو بس ما ادري والله ام عبتين زيادة ما زالت سيت فوتورك ام الباتش هذا كل البوتس كلهم صاروا يلعبوا ساستين يلعب سيف فيجي ستورجيم سيف ما تقرى تموت كل شوية تهيل ام تضرب المينيونز من تبعيد سيف عشان ترجع هلت قال لك والله اذا حين لما تضرب المينيون بعد ما يرجع ستين في المية من هلت حقك ستين في المية من دامج حقك يصير والله يرجع تلاتين في المية فنقصوا الساستين كيبا بليت حقتك في اللين فصار اسهل ممكن انت تسوي تريدز او تكتل احد او كان تريد هلتفول تريد هلتفول تريد هلتفول شي يقرف وما زالت مقرفة صراحة انا ما احب المية بالطريقة هذي هذا المية اجباري تخلي القيم يطول وانا ما احبها تخلي القيم يطول اجباري كلنا البوتس كلهم يلعبوا زي كده الميتس كلهم او التوبس كلهم صاروا يلعبوا زي كده كله يلعب سستين فل 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 اشتري الايتم زي اللي الانجيج اه سابورتس ليونا بيرسي بيعطيك ويندو خمسة وثلاثين ثانية انه تتعامل معها بدل عشرين ثانية سوت الاي كيو حقها بعدها عندها خمسة وثلاثين ثانية شنطيع تخش عليها ما انا فلوباند ما انا سوى شاي اوبن بارتيز دحين تكرت تسوي حاجة اسمها اوبن بارتي يعني انا لما نخش افتح بارتي وبسوي انفايت لاصحابي اصوي انفايت لصاحبي الاول والثاني والثالث ولازم استوي انفايت عشرين واحد عشان يجيني ممكن ده حين تقول تفتح تخش بارتي وتخليها مفتوحة اصحابك اللي تقدر تدخلوا بنفسهم او تقفلها او تخليها مفتوحة من زي ما تبغي اذا انت من الناس اللي تبغى اياها تدخل معك من حقاتك تخليها مفتوحة الناس تدخل معك اكده ما تبغى تقفل فتخ Politicon او لك الهكستك تست لما تنزلك حتى لننزلك Desc سعارهم اقل شيء اربعة الى اكتبان ميت بيه عشان تجريد جمع بيه اسرع. اذا جاك دروب كبير يعني على طول حينزول لك. مو لازم تساولي ريرول ولا تفوك له. هيصير عندك على طول. تساولي ريديوست ثمانمية تشامبيون ماستري ستة حقها ثمانمية. كانت ثلاثة الاف وحاجة صارت الفين وربعمية. وسبعة كانت برضو ثلاثة الاف وثمانمية ازون صارت والله هي الفين سمية اخر. نقصوا السعر حقها. وبعدين هذي اول سكين يسووا ريوت مع المتابعين مع الناس. جرسوا مع الناس. والناس سووا رسوماتهم وراحوا اخذوا عطا السنة هذي. وطلعوا بالسكين هذا. والسكين بصراحة شكل امراتها بحيرة شفتوا. هي وزن بعد. آآ كرومة 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 باتريكاش. سوف كده. ونخلصنا الباتش نوتس تمانية فاصلة خمسة يا شباب. آآ اذا عجبكم الفيديو. لا تنسوا عند ستريم يومي في تويتيش يوتيوب معدى يوم السبت. و الله عطيكم السحر وعافية. ومشكورين ما قصرته. ونشوفكم ان شاء الله على خير في الفيديو القادم. وإلى اللقاء. السلام عليكم.